موسيقى بعد سراء طويل بين تلك الأحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية الرئاسية فيما يتعلق بكيفية تكوين مكتب المنسقية للإطار الوطني للهوار السياسي حيث توصلت تلك الأحزاب إلى حلول سلبية بعد انتقاب المكتب التنفيذي للإطار الوطني للحوار السياسي بطريقة ديمقراطية وبحز القصوص جاء الحفل الرسمي الذي نظم من أجل تسليم محام إدارة المكتب التنفيذي للإطار الوطني للحوار السياسي الذي يتكون من عشر أضوا بقيادة الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدع ونائبه الدكتور محمد أحمد الحبو زعيم حزب الحريات من أجل التنمية كيف يكون اليوم السياسين متفقين للسياسة إدارة ديبي متفقين حسب اليوم الجاد يعني ما دائرة حرب ما دائرة مشاكل كثير وكيف نساند الرئيس وكيف نساند الحكومة نمشه للانتخابات بكل نية واحدة وقلب واحد لكي ندخلنا الهوار المكتب الجديد للإطار الوطني السياسي عموما يتكون من ثلاثين عضوا بينهم خمسة عشر عضوا ينتمون للأحزاب المعارضة وخمسة عشر عضوا يمثلون أحزاب الأغلبية الرئاسية ويعملون في أرضية مشتركة في إطار المشكلات السياسية التي تقف حاجزاً أمام تلك المشاريع التنموية بالبلد ترجمة نانسي قنقر